خلال الأيام الأخيرة نس كتير اتكلمت عن لعب بروسيا دورتمونت السابق صاحب الأصل المصري والوسط الريودي اتكلم عنه كتير هل ممكن ينضم للمنتخب الوطني ولا لا؟ خاصة وإن أبوه مصري جنسية وبالتالي ينفع أنه ينضم للمنتخب وده لأنه بالتأكيد هيكون لعب مؤثر جدا نظرا لخبراته وقوته وسرعته وارتبط اسم سيبرايل مكركيس لعب بروسيا دورتمونت السابق وفرانس فروتش المجري حاليا بالمنتخب المصري لكن وكيله طلع وفجر مفاجأة لكل المصريين وهي أن اللاعب لن يمثل المنتخب الوطني لارتباطه بمنتخب أخر وده بكل بساطة لأن سيبرايل اللي عنده 23 سنة اتولد في ألمانيا سنة 2000 ومعاه 6 جنسيات هي الألمانية، التركية، المغربية، البروزيلية، اللاتفية والمصرية وسيبرايل أصوله المصرية بترجع لولده لكن هو نفسه اتولد في مدينة آخن الألمانية على الحدود البلجيكية وبدأ اللعب في أكاديمية باير ليفير كوزن